اشتركوا في القناة أهلا بكم إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن خلق من أخلاق حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث عن خلق إذا كان من أخلاق المسلم كان ذو وقار بين الناس كان ذو حكمة بين الناس كان ذو رأي بين الناس نتحدث اليوم عن خلق الوقار اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ وجيه الطوخي الداعية الإسلامية أهلا بكم مولانا أهلا بكم محمد ضيفا عزيزا علينا في قناة الندى الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظ القناة والعاملين عليها اللهم أمين الله يبارك فيك ما هو الوقار؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه أما بعد الوقار لغة هو السكون والحلم والرزانة والأناة وهو من مصدر وقر يقر وقارا من الثبوت والرزانة والهيبة ومنه قوله تعالى يعني يدل الوقار أيضا على العظمة والتعظيم يعني توقر فلان أي تعظمه منه قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا أي تعظيما وإجلالا هذا معناه في اللغة ومنه قوله تعالى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتعزروا وتوقروه أي تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم فمفاد الوقار في اللغة السكينة أو السكون والحلم والرزانة أما في الاصطلاح هو سكون النفس عن الحرقات التي لا فائدة فيها يعني الإنسان يكون ثابتا وساكنا عن الحرقات التي لا فائدة فيها ومنه أيضا ومنه الإمساك عن فضول الكلام ده وقار أن تمسك عن فضول الكلام والعبث وكثرة الإشارة والحركة يعني تجد الرجل يسير في طريقه متزنا تكلم بكلام طيب لا يتكلم بخبيث الكلام ولا بسوئه ولا يتكلم فيما لا يفيد تجد يعني تعلوه الوقار بسبب أنه متزن ساكن هادئ لكل مقام المقار نعم هذا معناه في الاصطلاح ده معنى الوقار والوقار صفة عظيمة وتجد الوقار دائما بين الكبر والتواضع بمعنى بمعنى الإنسان يعني يتزن في كلامه وفي هيئاته وفي حرقته ولكن لا يتكبر على الناس ولكن لا يتكبر على الناس والتواضع هو التذلل والخبوط والانقياد واللين مع الناس فيكون الوقار بين هذا وزك يعني الوقار منطقة وسط لكن كيف يستطيع الفرد أن يفرق بين كونه وقورا نعم أو متكبرا ربما البعض ينظر لك عندما لا تتحدث كثيرا معه أو تتبادل معه أطراف الحديث أقول لماذا لا يحدثني هل هو مغروب؟ الأصل أن أتبادل أطراف الحديث فيما يفيد أما إذا كنت أتناول أطراف الحديث لمثلا لأعلو علما أمامي ومثلا أقول له أنا أعلم منك أنا أتكلم وأفصح منك فهذا كبري لا محالة إنما تبادل أطراف الحديث فيما يفيد والسكوت عن الأشياء التي لا تفيد يعني السكوت عن الحديث الذي يفيد هذا وقار يعني إنسان وجد مسألة أو اثنان يتكلمان في مسألة لا تخصه فهو ساكت لا يتدخل فلا نقول عنه أنه متكبر على أنه لم يتدخل في هذه المسألة لا بل هذا الحديث يرى أنه مثلا لا فائدة فيه فلماذا يتدخل فيه؟ أو ليست عنده معلومة فيه نعم فيسكت وليس هذا السكوت كبرا بل هو هيبة ووقار من هذا المتكلم حتى لا تكلم فيما لا يحسن استطيع أن نقول إن ترك المراء جزء من الوقار؟ نعم 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 لأن تترك المراء ولو كنت محقا هذا يعني جزء كبير من الوقار بل يجلك الناس ويوقرونك بأنك تركت الجدال مع أنه كان معك الحق ولكن أنت تركت الجدال هنا لماذا؟ معك الحق والحد نعم معك إنما تركته لأجل أن هذا الأمر فيه جدال ومراء وصفصته لا فائدة فيها فتخرج من هذا الجدال فهذا الأمر محمود هذا الأمر محمود ويوقرك الناس ويجلك الناس على مثل هذا وهذا يعني المعنى في اللغة وفي الاصطلاح الهيبة هي جزء من الوقار أم العكس صحيح؟ أم أنه هناك فارغة؟ نعم لا الهيبة هي الوقار هي الوقار يعني هبت الرجل وكرت الرجل عزمت الرجل أجللت الرجل كلها معاني واحدة العلماء يبنى فيه فرق فقط بين السكينة والوقار الوقار هو البعد عن العبث وعن الكلام الذي لا فائدة فيه وقالوا الوقار يكون في الهيئات والحركات يعني في غض البصر في الكلام الطيب في المشي بين الناس في طريقة للتعامل سبحان الله وكأن الإسلام يدعونا للشياكة نعم أحسنت أحسنت يدعونا للشياكة أن أنت تكون رجل منظم وقور وطبعا هذا أصل أن يكون المسلم منظما يمشي في الطريق منظم كلماته منضبطة بضابط الشرع بضابط القرآن والسنة هيئته منظمة حركاته منظمة يغض بصره في الطريق يميت الأذى عن الطريق إنسان مستقيم لماذا يرتبط دائما في أذهاننا يرتبط الوقار بكبر السن يعني يرتبط الوقار دائما بكبر السن لعل هناك في مصنف ابن أبي شيبة أن إبراهيم عليه السلام رأى بعض شعيرات في وجهه وفي لحيته قد بيضت فقال يا رب ما هذا نعم فقال هذا إيه هذا وقار نعم ولذلك قالوا الشيبة وقار وهذا حديث يعني في مصنف ابن شيبة عن إبراهيم عليه السلام وربما أيضا يعطينا دلالة هذا الفهم نعم كلما كنت رجلا كبيرا في السن تستطيع أن تحكم على الأشياء بدقة وعناية فأنت وقور نعم يعلم من قيمة الوقار نعم يعلم من قيمة الوقار أنت توقر الكبير نعم وطرحهم وليس مننا نعم من لم يوقر كبيرا أن يعطيه درجة الوقار اللي هو الإجلال والتعظيم والإحترام وكذا نعم حدثنا إذن عن الوقار في القرآن الكريم القرآن الكريم يعني تحدث عن الوقار في آيات كثيرة منها مثلا قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة أي يمشون بسكينة ووقع لا يمشون بخيالاء ولا بطرا ولا أشرا يعني لا يتكبرون على الناس يمشون على الأرض هونة ومعنى يمشون هونة أي لا يضربون بأقدامهم كبرا على الناس ولا يعني يخفقون بين عائلهم كبرا على الناس لماش عمال إدب في الأرض ما بقوله يعني كده ويقول يا أرض تهدم عليك لا 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 الأصل أن يمشي الإنسان بوقار والوقار هنا أن تمشي على الأرض هونة أي بوقار وسكينة وهذه صفة من صفات عباد الله الصالحين قال الحافظ بن كسير هذه صفة من صفات المؤمنين الذين يمشون على إيه على الأرض هونة أي بسكينة ووقار أي يمشون بسكينة ووقار أيضا ولا تمشي باستكبار لذا منع القرآن أن تمشي بهذه الطريقة لها طريقة الكبر كما قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرح إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول أنت مهما هتتكبر هتروح فيه لابد أن تمشي بسكينة ووقار بين الناس منعك الله أن تتكبر والآية تدل على دلالة عظيمة إنك لن تخرق الأرض يعني أنت لو مهما صنعت هتعمل هي أو مهما تكبرت ومهما رفعت أنفك في السماء ماذا ستصنع إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول يبقى لماذا الكبر وأنا دائما أقول هذه رسالة لكل متكبر نعم اعلم أنك يوما ما ستكون مما يستقضر على أحذية الناس السلام أنت أول ما يعلو تيجي في مخيلة كده أن أنت تتكبر على الناس تذكر هذا المعنى أنك ستكون يوما مما يستقضر على أحذية الناس حضرتك لو أنت داخل مكان عظيم أو تقابل بعض علية القوم ولقيت بس حزائك عليه شوى الطراب ما ستصنعه أبي تنظف هذا الطراب كده وبتاع ده يعني تستقضر هذا الطراب أنا أقول للمتكبر أنت ستكون يوما طرابا ويستقضر على أحذية الناس فعلى ما التكبر لذا المتكبر يحشره الله تبارك وتعالى يوم القيامة أمثال الذر مثل النمل يطأهم الناس بأقدامه شفت اللي كانت مناخيره في السابة ده في الدنيا ويمشي الناس كده متكبر وفارد عضلاته زي بوله يعني وفارد جناحاته أهو ده يوم القيامة يبقى تحت أرجو للناس كأمثال الضر كأمثال النمل يطأهم الناس بأقدامهم لذا الوقار أصل هذا ربما أفهم أن الوقار هو التواضع باعتزاز نعم أحسن نعم التواضع باعتزاز ولذلك بعض السلف يرون أن الخنوع والخضوع بزيادة مذموم مذموم أنت ليه ماذا يعني تمشي مكبا كده على وجهة نعم ولذلك يروى عن عمر أنه رأى رجلا يسير متقطئا رأسه قال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا هو التواضع أن أنت تمشي مع ذرة يعني مدالدل كده وبهالهل لا 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 ليس هذا تواضعا التواضع هو أن تقف على أوامر الله وتنتهي عن نواهيه ده 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 التواضع وأن ترحم الناس وترفق بالناس هو ده التواضع أنا مش معناه أن أنت تكون مثلا زي صفة مثلا هيئة معينة تسير بها في الطريق متقطئا رأسك كذا وكذا لا لا ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا هذا الإسلام إسلام عزيز وأنت تعتز أنك مسلم ارفع رأسك عالية فأنت مسلم ارفع رأسك عالية فأنت مسلم إنما لا ترفعها كبرا وبطرا وإضاعة للحق ولذلك القرآن تكلم عن مثل هذا وأيضا قال الله عز وجل واقصد في مشك وهذه وصية لقمان لبنيه واقصد في مشك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ولعل هذا يدلك أيضا على الوقار تريد أن تكون وقورا متلبسا بصفة الوقار بين الناس تعمل هذه التعليمات أغضض يعني أقصد في مشك ما تمشيش مشة المتبختر المتجبر لا ولا مشة الخانع أحسنت نعم كن وسطا بين الأمرين وأغضض من صوتك لا ترفع صوتك عاليا الذي أمامك يسمعك إنما تجد بعض الناس يرفع صوته عاليا وكأن الحق لا الحق ليس بعلو بعلو الصوت إنما تكلم بالحق بأناه وبصوت يسمعه الذي أمامك وفقط طالما الذي أمامك يسمع الحق صوته عالا نعم هو الحق عالي مطلقا يعني هو صوته عالي بشي الصوت اللي هو الصراق العالي لا لا الحق إذا جاء زهق ليه أقول جاء الحق وزهق الباطل بل نقذفه بالحق على الباطل فيدماغه المسألة منتهية ولكن قل الحق بعزة وقله بتواضع وهذا هو الوقار وهذا يعني كلامه ربنا تبارك وتعالى عن صفة الوقار في كتابه الكريم إذا جئنا لمفصل القرآن الكريم السنة النبوية نعم السنة بداية تدل على القرآن نعم وتبين القرآن وتفسر القرآن كما قال الإمام أحمد يعني السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتفسر ولذلك القرآن دائما يحتاج إلى السنة فما أحواج السنة القرآن إلى إلى السنة ليه؟ لأن السنة تبين القرآن وتفسر القرآن وتوضح القرآن الوقار في السنة يعني ذكر عن النبي صلى الله عليه أحد مشاهدنا يقول الآن الشيخ يقول القرآن يحتاج إلى السنة نعم هل يحتاج القرآن لأحد نعم نعم يحتاج وهذا الذي أمرنا به الكرآن وأنزلنا وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم نزلنا الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن وقال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة هذا خاص للنساء النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة هي السنة ولذلك القرآن أمرنا أن نأخذ بالسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي محتب من الذي أمرنا أن أخذ بالسنة ابتداء هو القرآن صح وقال الله عز وجل من خلال القرآن نعم طيب ما معنى القرآن يحتاج للسنة قد يأتي الأمر في القرآن مجملا فتفصله السنة وتفسره وتبينه مثلا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة هذا القرآن كيف تقيم الصلاة بيّنت السنة كيف نقيم الصلاة عدد الصلاة ركعات الصلاة هيئات الصلاة استفتاح الصلاة ختام الصلاة من الذي علمنا كل ذلك هي السنة أيضا الصيام مثلا والصيام وكل طبعا هذا أنا أضرب مثالا وطبعا المجال واسع مثال آخر السنة قد تقيد ما يعني ما أطلقه القرآن بمعنى يعني مثلا عندنا قال تعالى والسارك والسارك فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب طيب نقطعوا أيديهما هذه لفظة مطلقة ما تقييد يعني أي سارك نطعيده وهنطعيده منين وهنطعيده في كم سارك فقيدت السنة هذا الضبط خلاص فمثلا حديث عائشة أن النبي السلام قطع يد السارك من الكوع من هنا السارك لما نجي نطعيده ماذا نطعيده كلها هنطعيه من الكوع فقط هو أنا الكوع نقطع من هنا طيب من اللي بيّن لنا هذا القطع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم من المال إذا ساركه يقطع في حديث عائشة آسف حدي الحديث الأول حديث القطع حديث إبو هريرة والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قطع النبي السلم يد السارك في ربع دينار فما فوق عشان نقطع يده لازم يكون سارك ربع دينار ربع دينار يعني جرام واثنين من عشرة دهب يعني انطبقت هذه السنة هذا الأمر سترع الكثير من الناس مقطعي الأيدي لا يعني لا نسأل الله العفة لجميع الناس يعني إنما اللي هو سارك ما هو أخلي بالك السارك عشان نقطع يده له ضوابط الضوابط إنه نقطع يده منين من عند الكوع ويكون سارك مقدار جرام واثنين من عشرة دهب اللي هو تقريبا دلوقت يعبره بس أنتم مئة جينة ولا حاجة في الحساب والراضيات لكل بسط مقام نعم فلكل مسؤول صلاحيات نعم ومسؤوليات أكيد طبعا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كلكم راح نعم وكلكم مسؤول عن رعية يعني كل واحد آه تملك وأصبح مثلا رئيسا وزيرا أصبح يعني له أولاد له زوجات هو مسؤول عنهم صحي وإلى ذلك طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثمن أن يضيع من يعول فعل الرع أن يتفقد رعيته حتى يصل بهم إلى بر الأمان نعم في الدنيا والدين في الدنيا والدين لأن الرعي مسؤول عن حماية دين الرعية وعن دنياهم أيضا لذا هو يقضي فيهم بكتاب الله ويأخذ الحق من الظالم للضعيف ويقضي في الحقوق وهكذا اللي هو صيانة الحدود في الدنيا وأيضا إقامة إقامة الشرع وذي وظيفة وظيفة الرعاة نعود للوقار في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني النبي السلام في الصحيحين من حديث عائشة يعني دي صفة صفة للوقار انظر لعائشة رضي الله عنها تصف وقار النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحق حتى ترى منه لهواته وإنما كان يتبسم قادي سيدنا النبي السلام شوف بقى الانضباط في الحركة أراد أن يضحك كيف يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه ويقهقه وصوته يعلو وتظهر لهواته من بين أسنانه لا بل كان يضحك بوقار كان يتبسم فتبدو نواجزه هو ده الوقار يعني انت مطلوب منك انت تضحك وتبتسم صح جدا انه مش مطلوب منك انت تعمل قهقه وصوت عالي وكاذ لا 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 يبقى الأمر هنا الوقار والعلماء يعني الإمام النووي لما بوب لهذا الباب في رياض الصالحين قال بابه الوقار والسكينة والسكينة بابه الوقار والسكينة والشيخ ابن عثمين يعني لما علق على هذا قال ليس يضحك ضحقا فاحشا بقهقه يفتح فمه حتى تبدو لهواته ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يبتسم ويضحق حتى تبدو نواجزه فقط يبقى شفت الفرق ده بيضحك ويقهقه وكذا ومبسوط لكن ربما يقول البعض نعم دائما أريد أن أسأل سؤال المشاهد تمام ربما يقول البعض هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما تقولي موقفا مضحكا والناس تبحث عن الضحك وتبحث عن الثعادة في هذه الأيام نعم لابد أن نضحك لا بأس بالضحك ما احنا قلناه وكذا انت مش بتضحك دلوقتي ومبتسم هل الأمر هو أمر فطري فالرجل أو السيدة لا يتملك نفسه عندما يضحك أو يبتسم أنه مقتسم ويعود نفسه عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم وراجل عزي يبقى عالم هيتعلم يعني ازاي بقى يقرأ ويوزاك بالضبط كذا راجل عزي يبقى رجل وقور يعمل يدرب نفسه على الوقار أراد أن يضحك فإحنا ابتسمناه وضحكناه بدأت النواجز ولم نقاقه وأنا أشعر أني مبسوط ومنبسط وطلق الوجه يبقى دام للسنة يبقى يعني كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مما لا شك فيه ولا رأي بأعتريه افعل كما فعل لأنه قدوة صلى الله عليه وسلم لا أشكك في كلامك ولكن أسأل سؤال بعض من المشاهدين الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب خلاص أنا بقول لكل مشاهد نحن إذا أردت نتبعه في في السلوكيات وماذا ذلك لكن شيء لا شعوري عندما تضحك أو تبكي فهذا أمر كما يقول بعض علماء النفس هو شيء لا شعوري نعم بس لابد أن أضبط نفسي يعني أضحك بوقار أضحك بوقار كذا أبكي بوقار النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه برينبك ودمعت عينه يا رسول قال إن العين لا تدمع إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع طيب نعمل ولا نقوله إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه رجعون هل لم يبكي النبي لموت وفراق إبراهيم لا بكى وحزن لفراق إبراهيم عليه السلم اللي هو ابنه صح كده نعم يبقى بكى النبي السلام كيف بكى أهو بكى كده بهذه الطريقة دمعت العين ولا لم يصرخ ولا لم يشد جيبا ولا كذا كما يحدث بالناس وبعض الناس يشتكينوا لك ويش معنى ويش عارف إيه وتسمع كلام عجيب لا أنت ممكن تحزن ومرضو ممكن تضحك على قدر ويكون تضحك على قدر الهيبة والوقار وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوقار في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال أتاكم أهل اليمن هم أركوا أفئدة وألينوا قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والوقار والسكينة في أصحاب الغنى نعم إيه معنى الكلام ده يعني نبي السلام يدل الناس على مرافقة أهل اليمن أو من كان فيهم صفات أهل اليمن يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكأن نبي السلام يأمرهم أن يكونوا مع هذه الصفات اللي هي أركوا الأفئدة يعني العبادة الذين هم أركوا أفئدة وألينوا قلوبه هذا داع لصحبتهم رحماء نعم أنت لما تجد رجل رقيق رفيق لين ده يدعوك لصحبته بل يجب أن تصحبه ليه بها لأن الصاحب ساحب ويكتسب الصاحب من صاحبه عشان كده سيدنا سلام قال الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل وكأن الذي صاحب الحيوان يكتسبه من صفاته يا سلام الإبل ده الجمال هو الجمل يعني نعم دلالة على الفخر والعظمة عند العرب والإبل الجمل مثلا بطبيعه يعني حاجة كده شايف نفسه يعني عشان كده صاحب الإبل تلاقي فيه فخر وإيه وخيلاء إنما صاحب الغنم تجده كده وقور ساكن لذلك رعى كل الأنبياء الغنم أحسن ربنا يبارك فيك لذا رعى جميع الأنبياء للغنم فكانت فيهم السكينة والوقار العلماء قالوا إنسان يصحب الحيوان يكتسب من صفاته ما بالك إذا صحبت الصالحين ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد من حديث أبي ريرة قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال كما عند التلميذي من حديث أبي سعيد أيضا قال لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا طقي ولا يأكل طعامك إلا طقي تبلي ماذا لأن الصاحب ساحب أنت بتكتسب من صفات أصحابي عشان كده بعض الناس يقول لك أنت في الناس تقاس بمن اخترت خليلة فاصحب الأخيار تنل ذكرا جميلا يعني أنت في الناس بأصحابك السيد محمد أخبره إيه يقول لك ده مصاحب فلان راجل طيب فلان المصلي فلان المتوضي دائما أصحابه طيبين علاء وكريم نعم نعم رفنا يبارك فيهم جميع عشان كده الشيعة عايزين يطعانوا في سيدنا النبي فيعملوا إيه يطلعوا أصحاب النبي السلام شياطي قال لأ واحد أصحابه كفار ومرتدين ومش عارف إيه وكز على هو يبقى إيه فعشان كده هم مش قادرين يطعانوا في النبي مباشرة فيعملوا إيه يطعانوا في الأصحاب يطعانوا في أصحاب النبي السلام لما الصحابة كلهم كده والصحابة دولتهم الصفوة الذين اختارهم الله لنبيه صلى سلفاته لأ واحد أصحاب دولت هذا الرائع الذين اختارهم الله لنبيه ولم تقول الذين اختارهم النبي لنفسه لا 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 صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني هم الذين حملوا الدين حقيقة على رقابهم حتى سالت دماؤهم وأنفقوا أموالهم في سبيل أن يصل الدين إلينا وبغيرهم كيف كان ينتصر هذا الدين ويعلو هذا الدين ولذلك من شاء الله في غزب البدر اللهم من تهلك هذه العصابة من الأصحاب لن تعبد فدولت فعلا هم الذين حملوا الدين على أعلاقهم لهذه الأم من سيراتهم العطرة بعد المستشرقين في الغرب يقولون أن حيات عمر لا ما هي إلا من نسج خيال مؤلفي القصص العربيين كي يرسموا لأنفسهم شخصيات لا يصدقون أن هناك شخصية بهذه القوة بهذه الرحمة بهذا الكرم بهذا العطف بهذه الشجاعة لا يتخيلوا أن هناك من أصحاب النبي من هم بهذه العظم القضية دي يعني أنا بقول نحن تخلينا كثيرا عن أخلاقهم نعم وعن مبادئهم فلذلك نهزمنا المستشرق ده اللي شايف عمر شخصية فذة لا مثيلة لها ولا إلا لها لا يمكن أن يكون كذا بشر من حسب قولهم أنا عايزة أقول بقى لو إن في المسلمين من يتمثل عمر في عدله وحبله عمر كان حاكما كان أمير المؤمنين فأنا بقول لو أن في المسلمين من وصل بعدله وحكم هذه الصفة إلى ربع عمر هذا المستشرق إلى ربع عمر ولذلك نحن نرأي من أتباعي محمد بالضبط نحن تأخرنا كثيرا لأننا تركنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه لذا ابتعدنا وتخلفنا نعم فإحنا بنوعزين العز والنصر والريادة والرفع مرة ثانية نعود إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم قوليكم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللي هو الآية دي معناها إيه أنت تحب الله وتحب النبي طيب اتبع النبي يقول والله ده أنا مش قادر طيب أفن المحبة المحبة أنت تقول إيه سمعنا وقطعنا نعم والوقار نعود إليه مرة ثانية لكن عندما في كل مرة في هذه الحلقة مولانا تقول فيها كلمة وقار فيأتي في بالي أن أحدثك عن سيدنا أبو بكر الصديق نعم وعن سيدنا عمر نعم وعن سيدنا وثمان هل هناك علاقة بين هذه الأسماء الكبيرة نعم وبين الوقار نعم طبعا مما لا شك فيه أنهم أصحاب الوقار وأنهم الذين علموا الأمبات الوقار مثال سيدنا أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه في صلح الحذابية عمر يعني خلاص صلح وقد خلاص رجعوا اصبعوا الهاتي احلقوا الرؤوس سيدنا عمر مش عاكبوا الكلام احنا جايين نقصد البيت احنا مش جايين نحارب يا رسول الله ألسنا على الحق أليسوا على الباطل نعم أليس قتلانا في الجنة وقتلوا في النار ها يا رسول الله فلما نعطي الدنية في ديننا سيدنا نبي صلى الله عليه بقى قال له يا عمر أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصي وهو ناصري كلام متزن بوقار سيدنا عمر برضو يعني قلبه بيأكله انت عرف عمر كان يعني يغضب في الله غضبا شديدا فرحل أبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر ألسنا على الحق برضو نفس الكلام أليسوا على الباطل يريد أن يتوسط نفس الكلام يعني يعني انت عايز يقول أنا يعني أنا قلت للنبي صلى الله نذهب للنبي وقلنا فهو صاحبك بالضبط كده أليس كذا وكذا فلما نعطي الدنية في ديننا قال أبو بكر نفس الكلام بنفس الطريقة يا عمر هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره بساطة كده هو ده الوقار أن تتكلم بحكمة وبرزانة وبثبوت فالصحابة طبعا كان فيهم ليه كان فيهم وقار صديق مع المرتدين كان فيه وقارا عندما قال والله لو منعوني نعم هو الوقار أن أضيع الحق لا بل عند الحق أقف منافحا مدافعا عنه وقال لو منعوني عقالا عناقا أو عقالا حكم عقالا يعني عقالا أي الحبل وعناقا اللي هي المعز الصغير يعني كانوا يؤدونها لقاتلتم عليه وده معنى نعاز يمتنعون عن الزكاة وكانوا يظنون أنهم كانوا يؤدونها لنبيه السلام فإذا مات نبيه السلام فلا زكاة لا هذا أمر في الدين فبدأ أبو بكر يقاتل هؤلاء على مثل هذا سيدنا يأمر الصحابة بالوقار يعني مثلا في مسألة الصلاة كما في الصحابة الحسابة بريرة قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسريعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو النبي السلام يأمر بالوقار يعني يقول إذا أنت جيت متأخر والمؤذن أقام الصلاة والإمام شرع في الصلاة وإنت جاي متأخر تعمل تجري بقى وتوضم غرق نفسك ومش عارف إيه وعمل تدبد في المسجد لا امشي بسكينة وإيه ووقار وهو ده الوقار بأنه أنت تكون ثابت في حرقاتك وهيئاتك فما أدرك فستود حتى تطمئن ورقة حتى تطمئن أحسنت ده وقار برضو بين يد إنما أنا عايز أقول أنه والسلام قال له ما فاتك يعني ما أدركت فاصل وما فاتك فأتم في بعض الناس اللي داخل عمالي سأل عايز يقول للإمام ما نجاي ماشي استدعد وبعض الناس يقولوا بعض الكلمات ولا يفرق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال أحسنت المفروض إذا دخل المتأخر لابد أن يكبر تكبرتين تكبيرة الإحرام أولا ثم يكبر تكبيرة الانتقال اللي هي التي انتقل بها الإمام فمثل هذا النبي السلام يأمر بالإيه يأمر بالسكينة والوقار نعم عشان كده السلف رضوان الله قبل السلف أستاذ السلف يعني تحدثنا عن أبي بكر وتحدثنا عن عمر نعم عندما نتحدث عن سيدنا عثمان بن عفان فلابد أن نتحدث عن الحياء ولابد أن نربط بين الحياء والوقار في بعض أهل العلم قالوا الحياء يعني ثمرة من ثمرات الوقار الله ثمرة من ثمرات الوقار نعم وهذا النبي السلام لما دخل أبو بكر ودخل عمر ولما دخل عثمان اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الرجل أنت استحي منه الملائكة استحي منه الملائكة سبحان الله يعني عنده حياء ما بعده ما بعده حياء والحياء لا يأتي إلا بغير عشان كنت سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء شعبة من الإيمان من الإيمان يعني الحياء من الإيمان شعبة من شعب الإيمان وأنظر بقى لعثمان رضي الله عنه في حياته تجده حييا وحياء أوصله إلى أن يقتل ولا تراق دماء المسلمين يعني في الفتنة والخوارج لما خرجوا عليه وأرادوا قتله ما أراد أن يقاتلهم ما أراد أن يقاتلهم وهذا حياء منه تحملا يعني دمي فداء لدماء المسلمين وللقتال وكذا رضي الله عنه رضي الله عنه ربما خمس دقائق أو قليل باقيت معنا نعم الوقت المبايم والملفات كثر نعم كنت تريد أن تتحدث عن الوقار في قوال السلف يعني السلف اهتم بالوقار يعني من زنون المصر يقول سلاسة من أعلام الوقار أولها تعظيم الكبير والترحم على الصغير والتحلم على الوضيع معنى الكلام ده يعني إذا كان تحلم على الوضيع اه سنوضيع سفية لا تنزل للمستوى احلم عليه لا تنزل طبعا للمستوى أو لكذا يعني إنما تحلم عليه تكون حليما معه يعني ممكن هو يجهل ويضغى وانت ايه وانت تحلم عليه ولا يعني تجريه والأمر هنا بالحلم ولا يسا بالصبر نعم نعم أن أنت تحلم ما هو أصل الحلم ده سيأتيك أننا معناه أن أتحمل جهله وأتحمل إهانته مثلا لأقصى مستوى يبقى عندنا تعظيم الكبير الترحم على الصغير التحلم على الوضيع ده أصله ايه أصله الوقار تجد رجل يوكر الكبير ويرحم الصغير ويحلم على رجلا محترما نعم بذلك يقوله كده رجل رجل محتر نعم ده رجل ولذلك برضو سيدنا عمر رضي الله عنه قال تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا له الوقار والسكينة تعلموا له الوقار والسكينة وتواضعوا لمن يعلمكم العلم وتواضعوا لمن تعلموه العلم وانت تعلمت العلم بوقار وسكينة باتزان برزانة بثبوت باستقرار واذا أردت ان تتعلم كن متواضعا لمعلمك واذا أردت ان تعلم كن متواضعا لتلميذك وكأن العلم والتعلم وقار طبعا مما لا شك فيه أن العلم وقار ويعطي صاحبه وقار ولا يرفع الله قدر أحد إلا أهل العلم كما في كتاب ربنا تبارك وتعالى فالعلم يرفع بيوتا لا عمادة لها نعم والجهل يهدم بيوت العز والكر نعم والإمام الغزالي قال الوقار وسط كما قلنا بين الكبر والإيه والتواضح حالة كده متوسط رجل وسط وهو الوسط العدل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أهل تكونوا شهداء على الناس وسطا هنا أي عدلة أمة العدل التوسط في كل شيء نعم والعلماء قالوا الوقار ده له فوائد من فوائد هذا الوقار يدل على الحياء سألني اللي هو عنده وقار عنده حياء والوقار يكسر رجل هيبة وبهاء ويعطيه سمتا حسنا بين الناس سألني ما بتدخلش في ما لا يعنيه نعم تكلم كلام منضبط له هيئة منضبطة يغض بصره عن المحارم لا يرتكب المحرمات ده إنسان له سمت وهيئة بين الناس عشان كده بنقول وقور ويسمع له ويسمع ويصدقه ويصدقه نعم وتصدقه لأنه صاحب وقار وعلماء بقولوا الوقار عز لصاحبه في الدنيا والآخرة وعشان تكتسب الوقار في وقت ولا خلاصة في ثلاثين ثانية أو أقل طيب عشان تكتسب الوقار الأصل أن تهجر المعاصي نعم والحمق اللي هو الحمق ده كما قال ابن أثير وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه ده حمق انت عارف أن ده شيء سيء وتضعه في مكان غير موضعه ده من الحمق فعشان أنت تكتسب صفات الوقار تبتعد عن المعاصي تبتعد عن الحمق تبتعد عن الغضب يعني لا تغضب وتبتعد عن الطيش والرعونة في التصرفات وبهذا تكون مكتسبا للوقار فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يكتسبون ويتحلون بصفة الوقار والحمد لله رب العالم أخلاق الحبيب صلي على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله شكرا جزيلا مولانا فضلة الشيخ وجه الطوخ يدائي الإسلامية شرفتني على مستوى الشخصية في هذه الحلقة الشرف لنا قطعا وجزاكم الله خير وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات البلاد والعباد وأن ينشرها في الحاضر والباد والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إذن مشاهدين الكرام نهاية هذه الحلقة اللهم اجعلنا من أهل الوقار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تقبلوا تحياتي فريق عملها وهذه تحياتي محمد الرميحي أنقلها لكم من القاهرة السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم